هذا الإنسان الذي فقد غالياً عليه وحبيباً من أحبابه ليس الإنسان الوحيد في العالم الذي كلم وأعظم إنسان تعرض لأحزان في حياته وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً أنا لما أفكر بعض المرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا أكاد أجد نصراً مرة في حياتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصاحبه حزن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه من مكة إلى المدينة وانتصاره في إمضاء الهجرة صاحبه حزن على فراقه لبلده وهو مكة بدر التي كانت أعظم نصر مرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاتحة نصر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه موت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتصراً فوجد الناس وقد واروها الآن في قبرها جميل و هكذا دواليك فكل لحظة فرح مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صاحبتها لحظة حزن لكنه كان دائما يتعالى صلوات ربي و سلامه عليه على هذا الحزن ليفرح و ليعيش اللحظة و ليتعالى على هذا الفرح و خصوصا في أيام العيد فأنت أيها المؤمن ينبغي أن يكون لك أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم فتعالى على أحزانك يوم يومين ثلاثة في أيام العيد حتى تشارك المسلمين و حتى تقوم بهذا الفرض و هذا الواجب ثم ليكون حزنك إيجابيا على هذا الفقيد تصدق عنه يعني ابن مسجدا يكون صدقة جارية له جميل قم بأعمال بالفعل تدخل عليه السرور في قبره و ليس فقط مجرد البكاء دعا له أيضا و أولده صالح و أن يدعو له قضاء دينه غير ذلك من الأمور التي تصل إلى الأموات أما أن تبقى أنت في حالة سلبية في حالة حزن فهذا لا يرضاه الله عز وجل لك و هذا يرضي الشيطان و لذلك الله عز وجل قال عن الشيطان قال إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا طبعا أنتم تقرأون ليحزن الذين آمنوا لكن نحن نقرأ ليحزن الذين آمنوا المعنى واحد المهم أنه الحزن من مقاصد الشيطان و من وسوسة الشيطان فالله عز وجل يريد لك الفرح و السرور خصوصا في هذه الأيام